النهاردة كابتن خطيب استقبل المدير العام للتنمية السياحية بعجمان وأهداء درع وعالم النادي الأهلي أيضاً من زي ما حضراتكم شايفين ده اللقاء اللي قام بكابتن الخطيب في استقباله للمدير العام للتنمية السياحية بعجمان وأهداء درع وعالم النادي الأهلي ساعدة محمود خليل الهاشمي المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان والوفد المرافق له كان الكابتن محمود حريص على استقبال ساعدته في مقر البعثة بعجمان ووجه الكابتن خطيب الشكر لمدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان والوفد المرافق له على زيارته لمقر بعتة الفريق وحرصه على الترحيب بالنادي الأهلي في دولة الإمارات العربية الشقيقة وفي ختام الزيارة كان حرس الكابت الخطيب على إهداء سعادة محمود خليل الهشمي المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان درع وعلم النادي الأهلي واللي بدوره أهدى للكابت الخطيب درع التنمية السياحية زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله استقبال رائع وأكثر من رائع الحقيقة دائما نادي الأهلي تلاقوا فيه مثل هذه الأمور حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة وجود أسطورة كبيرة زي كابتن محمود الخطيب حاجة جميلة جدا جدا ودايما النادي الأهلي بيشرفنا في كل الأماكن وفي كل المحافل